وتنضم إلينا من بيروت مرسلة الغد ليلة خليل ليلة تفاصيل أكثر عن طلبات المحقق العدلي لبناني المحقق العدلي القاضي طارق بطار طلب بداية من رئاسة الحكومة إذناً لاستجواب اللواء عباس إبراهيم المدير العام طلب من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إذناً لملاحقة اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام أي استجوابه وبالفعل الوزير فهمي منذ بعض الوقت قال أنه لا مانع لديه لأن الأمور تمشي بالإطار القانوني والجميع هو تحت سقف القانون ولا أحد فوق القانون أيضاً طلب من رئاسة الحكومة إذناً أيضاً لملاحقة المدير العام لأمن الدولة أنتوان صليبة لاستجوابه كذلك وأيضاً طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب نهاد المشنوق علي حسن خليل وغازز عيتر ومن نقابة المحامين رفع أيضاً طلب لملاحقة الوزير السابق يوسف فينيانوس هو كان وزير أشغال عامة سابق إذن الآن هناك عدة طلبات تبقى الطلبات مرهونة باستجابة المعنيين بهذا الأمر أيضاً هناك طلبات لاستجواب بعض القضاة وأيضاً ادعى على قائد الجيش السابق جون قهوجي ورئيس المخابرات السابق كذلك وعلى ما يبدو هناك جلسة أيضاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ولكن لم نعرف بعد متى هو الموعد المحدد لاستجواب هؤلاء لا اتهام بعد حتى هذه الساعة هو طلبات قانونية لاستجوابهم في المرحلة المقبلة خاصة وأن المحقق العدلي منذ تعيينه في شهر فبراير الماضي لغاية اليوم قام باستجواب العديد من الشخصيات أخلى سبيل العديد من الشخصيات وبناء على كل هذه الاستجوابات اليوم أعطى أو طلب هذه الأذنات شخصية واحدة إذن هي التي استجابت لطلبات المحقق العدلي ماذا عن البقين وماذا لو امتنعوا؟ نحن ننتظر رد المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل نهاد المشنوك وغازي زعيتر وأيضا طلب ملاحقة أو استجواب الوزير يوسف فنيينوس على ما يبتو نقيب المحامين قال بأنه لم يصله بعد طلب رفع الحصانة وهذا يحتاج إلى اجتماعا للنقابة بحسب الأهالي تحدثت إلى لجنة الأهالي نقلوا عن نقيب المحامين بأنه لا مانع لديه بذلك وهم سيلتقونه يوم غد وحذروا من عدم الاستجابة لهذه الطلبات خاصة وأن هذا هو مطلبهم منذ تعيين القاضي المحقق العدلي الأول فادي صوان ولغاية اليوم ونحن على اعتاب الذكرى السنوية الأولى وهم يحذرون من المماطلة ومن رفض الطلب أيضا تحت طائلة التحركات العنيفة أشكرك شكرا جزيلا مراسلة الغد ليلة خليل كنت معنا من بيروت